اشتركوا في القناة اليوم فيديوني مثل ما جايش شوفون بطبخ وبيشغلات ان شاء الله مفيدة وتنفعكم بنفس الوقت وحبيت اذكركم في فيديو المسابقة هذي جوائز سبع جوائز ومدة المسابقة عشر تيام الجائزة الاولى هي تر كهربائي الثانية هي تر كهربائي الجائزة رقم ثلاثة كابسة كهربائية الجائزة رقم اربعة هي تر كهربائي الجائزة رقم خمسة طبخ ليزري الجائزة رقم ستة خلاط مع طاحونة كهربائية الجائزة رقم سبعة محضر الطعام مثل ما شفتوا هذي جوائز سبع جوائز ان شاء الله للمتسابقة اللي تفوز ويانا هسه شروط المسابقة اكيد تعرفونها الدخلين على الصفحة الرئيسية القناة تعوفين الفيديوهات تركينها قوائم تشغيل المنتدى ترحين للقنوات المشتركة بيها يعني اي قناة مشتركة بيها انت تشتركين بيها وتكتبين في التعليق حلو مدتها في الدقيقتين شوفين من الفيديو او اكثر حسب عجابك بالقناة من بعد ما تكملين الشروط المسابقة ترحين للفيديو اللي راح اتركه باول تعليق تكتبين يا اما رقم التليفونج يا اما حساب الانستغرام او التليقرام هسه حب اشرح عن القنوات شوي طبعا هاي قنوات مغربية دخلوا على قنواتهم تعرفوا على طبخاتهم عاداتهم تقاليدهم يعني عني صراحة اتابعوا قنوات مصرية مغربية جزائرية حتى تركية يعني واحد يتعلم اشياء من عدهم يعرف ثقافاتهم عاداتهم فالشي يعني هم مسلي ومفيد بنفس الوقت يعني واحد ما يحصر نفسه انه يتعلم بس شغلات هو بلده او تربيته او بيئته يعني حلو واحد يستطلع يشوف الناس شون طريقته بالاكل شنو تطبخ شنو اللي يعجبني شنو اللي ما يعجبني هسه مثل ما جاء يشوفون اليوم جانا ثواب ثواب طبعا انه يعني البيوت اللي يمي كأهلي او قرايبي ثواب اللي جانا هو لحم يعني لحمني بدون طبخ كل واحد سفري بس هذا بتشوفونه قدامكم يعني يمكن كيلو او اكثر ما شاء الله الله يرزقهم كل سنة وكل عام يسومون هذا الثواب يوزعون للناس وهي السفريات وزعتها للبيوت كل من اللي قالوا عليهم انه احنا نودي لهم ودينا والحمد لله وشكر وهس رجعت اطبخ الغداء مادنة هو نفسه من هذا السفري اللحم قلت راح اسسوي اليوم انطبق لحم اكيد بالبداية ساجي اقصص اللحم ومن بعدين اسلقه واكملوا ياكم الفيديو مالتنا ان شاء الله تشوفون الفيديو الفيديو بشغلة يعني هواي مفيدة طبعا طريقة تلميع الابواب الخشب ان شاء الله تعجبكم هاي الطريقة هس شوفون مواد متوفرة بأي بيت وكل بيت يعني مو مكلفة ولا شي ونا راح اغير الستشينة ان ستشينة مالتي محادة فقصصتها بستشينة حادة يعني اللحم يريد له ستشينة حادة هسه على جذر جذر على النار وخليت عليه شوي زيت او دهن عادي مالطبخ وقصصت راس بسط من بعد ما قسلت اللحم هسه اجي احمس اللحم وبعدين اصب عليه الماء الحار واسلقة واكمل بقية الشغلة اليوم طبعا هو هذا خليت ورق غار وقروم فوم ونوم وبصرة وحبات هيل اذا موجود عندك خليت اللحم مريض راح شوي اقلي وطبعا اليوم احنا طبخ قليل لانه طالعين قراية ومنعته ثواب اكيد يتغدون في طبخ مالي صار قليل بس باعتبار انه اجي الثواب حبيت اليوم اطبخه قلت ما راح اجمده ولا شيء اللحم هو رأسا وخليت عليه بهارات كوركم كاري دارسين بهارات لحم يعني انتي بعد وشين تحبين خليه لابد من بعد ما قليته شوي زين وخليت تصبيت عليه ماء الحار اللحم دائما خلي عليه ماء حار يعني اذا احسي فاخليها ماء بارد لا لا يسويه اجي يلزم نفسه فما يستوي انا ما يستوي اللحم مالي اصدقى اخسل التمن لاني نحط بتين قديع هذا التمن وانس راح اصبح احشو حشو اكيد اللحم مطبق ان كان الدجاج ان كان اللحم في شي ضروري انه واحي يسوي حشو اكو ناس ما تحب الحشو خصوصا بصل الشعرية وكشمش لا واكو احنا بالنسبة انه لازم ضروري اخلي حشوي المطبق اين نوع مطبق لازم اسوي حشو هس عندي راس بصل شبير اجي اثر ما بالشكل اريد ايامه مكعبات ايامه شرايح واجي اخليه على النار اريده شوي يحمس اي ذبل واصب عليه شوي زيت من بعد ما ذبل وانطانف اللون اخلي عليه شوي زيت لان ما راح اكثر لانه الطبخ صار يعني هو اساسا بيدهن بشحام ولحم فاكيد يصير دسم وخليه تكشمش غسلت ونقعته وهي شعرية طبخت على جهه شعرية وخليت له شوي ملح بس وطبختها شوي بزيت وهنا راح اخلي له بهارات شون اللي يعجبش بس انا خليت كاري وكركم ودارسين وهي المطحون وملح راح امس هاي لأكيد المواد السوية هذا هو عندي الحشوة كملت هسا اروح اشوف اللحم مالي بالاخير خليت ملح وخليت ويا قطع بوتيته اللي يحب شوي مثل ياخد سوب او اتجاي هاي بنتي صغيرة تحبت شي لازم بوتيته اخلي له فضروري انه هو شي سوب اخلي ويا بوتيته هسا ارجي اطبخ ثمن شوي زيت وحمست الثمن وصبيت علي ماء من السوب يعني هو كامل بهاراته وحت الملح ماله فما يحتاج اخليش من بعد ما نشوف راح انص علي النار واعوف على الجهة اعوف علي على النار وانصي وهاي الحشوة عندك تملت هسا عندي هاي المعسل جاني من الغالية من اموي الله يحفظها ان شاء الله ويحفظ امهاتكم معسل طبعا هذا تمر برحي وعاشت ايدها معسل رهيب ان شاء الله راح اسويه بالقناة ونفس طريقته هسا كمال الغداء مالتني وهذا مثل ما جاءوا يشوفون ان شاء الله عجبكم طبخي وكتبوا لي بالتعليقات يعني اكو الشغلات يجوز خليها اضافة مثلا منحتكم يعني احب اتعلم انه واحد موعيب ولا غلط انه يتعلم هواي اشياء حتى لو اصغر من عنده اكبر من عنده عادي هسا راح اجيكم اليوم بخلطة خلطة لتلميع الابواب الخشب عندك بخاخ عادي هذا سعر الدينار بخاخ يعني مال ماي هسا راح شنو اخلي بي طبعا هاي خلطة جربوها ومشاء الله ترحموا لي او ترحموا الوالدي يعني لانه صراحة يعني حيل مفيدة وفد شي يعني انه يضيف جمالية للباب نص كوب زيت زيت عادي يعني هذا الزيت الطبخ اذا عندك زيت الزيتون هم عادي بعد احسن يعني اذا زيت الزيتون بس الماء عندي عندي بس هذا الزيت العادي زيت الذرة خليه نص كوب وش راح اخلي ويا نص كوب ماي يعني ضروري انتش انت باي كوب تقيسين بس لازم نص بنص نص ماي ونص زيت واخلي بهذا البخاخ هسه راح اسده وتردين مثلا عصرة ليمون تخليين بي يعني عصرة الليمون تنط ريحة ريحة طيبة تدرون ريحة الليمون طيبة عصرة ليمون طبعا يعني اخلي انا الليمون بس هالمرة لا ما خليت هسه شوفوا بوصلة نظيفة عادية ما بياشي راح امسح الباب من التراب يعني امسح بس من التراب بوصلة نظيفة ما بياشي لازم امسح من التراب يعني ضروري هاي الشغلة انتبه لها هسه عندي هاذ البخاخ اللي بي زيت والماء وعصرة الليمون راح اخض زيان يعني يتشي اخلط المواد واجي ارش على الباب يعني رشة مو مثل ما نقول يعني نغرق الباب لا رشة خفيفة احاول انه ارش وانا ماشي هسه اجيب لي وصلة ناشفة لا شوفوا ان ذيكا سمائية وهي سمائية لا يعني يعني الصدفة صار النفس اللون بس هي مختلفة يعني غير ذيكا الوصلة لان ذيكا بيها تراب فما اريد التراب ارجع عليها وامسحها من جديد لا هسه عندي هاي وصلة ناشفة يعني ما بيها لا تراب ولا ماي ولا شي اجي ارجع امسح الباب من الرشية علي الزيت والماء اجي امسح وشوفون هسه اللمعة راح اصير بالباب الصراحة جنن يعني انتي اش قد تردين مثلا عشرة ايام اكثر عشرين يوم او حتى خمسطعاش يوم شوفين لمعة بالباب الظل هي هي هسه تجو احدا تقول لا راح يلم تراب ما راح يلم تراب واذا لم تراب انتي تجين بوصلة ناشفة وتمسحين الباب يرجع يلمع من جديد وهاي الخلطة يعني بين قد 15 يوم 20 يوم امسح الباب بيها هسه تشوفون هاي مثل السواد جوه هذا اصلا يعني من الباب من نوع الخشب شوفون هاي مثل السوادات او هاي هو هذا من نوع الخشب هو اللي بيهتش بس كاصل الباب لا والله صار يلمع وكأنه جديد ويعني استونا حاطينا وهاي الخلطة تقريبا تكفي لي بابا يعني هسه المع بيها بابا تردين الزيدين تنقصين هذا الشي راجع لك بس هو قتلش كقياس نص بنص يعني نص ماي ونص زيت وداء هسه هذا الباب الثاني نفس الشي مسحته من التراب وهس اجي ارشب هذا الخلطة الماء والزيت والليمون عصرة الليمون انتي حابت خلينا خليها ما حابت براحت بس اشوفها يعني صراحة انطريحها وفد ريحة طيبة اصصر بالبيت واستمر امسح بالبيبان واشوف المع مالته او تمسحين الكنتور يعني اي شي عندش خشب تمسحينها بهاي الخلطة وانت تردين نضاع فيه الكمية يعني الزيدينها تردين تنقصينها الشي راجع لك بس هسه انا سويت عليه قياس بابين ولهنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى اتمنى يعني اليوم شغلات مفيدة بي وممتعة بنفس الوقت مع السلامة حبايبي وانتظروني فيديوهات جديدة ومعا الف سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة